اشتركوا في القناة مهرية كبيرة في العالم العربي وفي مصر تحديدا والليه جمهور كبير سواء على شبكات الوصل الاجتماعي او من خلال الفضائية نفسها اللي منعت البرنامج اصار طبعا حل ترد فعلي شديد جدا من ناحيتين فيه ناس بتقول انه هو انه هو يعني اصرف في انتقاده للنظام الحاكم وانه هو يستخدم عبارات خارج الاطار وفيه ناس بتعتبر انه ده انتهاك للحريات الصحفية والاعلامية وانه ده مرفوض وانه ده سيؤدي الى مزيد من الانتهاكات حضرتك رأيك ايه في الموضوع ده في هذا الخلاف هؤلاء وأولئك اه 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 انا رأيي صريحة جدا وواضح انه منع برنامج تلفزيوني ايا كان درجة النقد والرفض لاشياء محددة داخل نظام السياسي ده انتهاك واضح وصريح للحريات وده رصدنا ثمان في منع بعض القناة التلفزيونية سواء قبل مرحلة عزل مرسي او بعد عزل مرسي فنحن نرفض الانتهاك بكافة انواعه ونرفض منع التعبير عن الرأي بكافة انواعه رئيس القناة التي كان يبث فيها برنامج باسم يوسف سي بي سي قال انه اتخذ القرار ده لانه باسم يوسف خرج عن المواثيق التحريرية المعمول بها في القناة اللي هي اي دي يا سيد صلاح وهل هي جديدة يعني المواثيق دي وما كانتش موجودة ايام ما كان باسم يوسف بيصخر من مرسي ومن الاخوان صحيح هو طبعا ده بيان هذي جدا من رئيس القناة لتفسيره ولمانع عرض البرنامج والبين وضح انه هو فيه مواثيق مهنية واعتقد ان اللي شاف البرنامج والحلقة الاخيرة من برنامج باسم يوسف ما شافش اي خروج على النص وما شافش اي خروج على النص التقليد للبرنامج عموما اللي هو بيعتمد على الصخرية فاظن ان ده مغالاة في محاولة انه هو يظهر صورة معينة لنظام الحاكم ومنعه او فرض رأيه على عدد كبير جدا من جمهور البرنامج اللي هم بيجي انتظروا بشكل مستمر يعني كل اسبوع طيب السؤال الذي يدور في اذهان الكثيرين ويتحدثون عنه بتغريدات بالالاف وفسبكة تكاد لا تنتهي يا استاذ صلاح هو جات له تعليمات من فوق ولا ايه طبعا ما اقدرش اجزم بدوت ولكن انا شايف ان هي مغالاة مغالاة بيعفا كتير من مالكي القنوات التلفزيونية في مصر وواضح جدا ان فيه توجيه كبير جدا ان وسال الاعلام في اتجاه معين وواضح ادى الى كفر المستخدم او المتابع للقنوات لانه شايف ان فيه ان الاعلام ماشي في اتجاه واحد حتى لو كنت انا في مرحلة استثنائية احنا عارفين طبعا ان مصر في مرحلة استثنائية وفيه حالة انقسام موجودة كبيرة في الشارع المصري مع وضد ولكن انا شايف ان الاعلام لازم يقترب بشكل كبير جدا من الحيادية انا عارف ان الحيادية وانا من نظرية ان الحيادية غير موجودة في الاعلام على الاطلاق ولكن كلما اقتربت منها بقدر كبير كلما كسبت اكبر عدد ممكن من الجمهور في صفي وده المشكلة اللي احنا بنواجهها في الاعلام مصر حاليا ان فيه حالة الايدولوجية الفكرية والايدولوجية السياسية مسيطرة بشكل كبير جدا على مالك الصحف والاسف مسيطرة بشكل كبير على بعض الاعلاميين المشاهير في مصر واللي لهم جمهور كبير لكن انا لم افهم بوضوح نقطة المتعلقة بالحيادية هذه يعني ايه حيادية يا سيد صلاح الحيادية ان انا احاول بقدر امكان ان انا اتخلص من الايدولوجية الفكرية والسياسية التي انتمي اليها يعني في الغالب طبعا اي حد ليه توجه سياسي واي حد ينتمي ويحب فلان ويقرأ فلان او يؤيد فلان ويعرض فلان ولكن عندما امسك قلمي او اضع نفسي قدام ميكروفون الازاعة والتلفزيون فلابد ان اتخلص بشكل كبير طبعا مش اقول اتخلص تماما لان مش هينفع اتخلص من شخصياتي الصحفية ولكن احاول اقترب بشكل كبير جدا من الحيادية في عرضي للعبار والمعنى بشكل موضوع هذا التعريف يا سيد صلاح يقول ان باسم يوسف في حلقته الاخيرة على الاقل وليس تلك التي لم تبث ولم تعرض حتى على اليوتيوب الحلقة الممنوعة انا اتحدث عن الحلقة السابقة عليها انه كان محايد هو رجع سخر من الرئيس السابق مرسي سخر حتى من الرئيس الاسبق مبارك وسخر من الرئيس الحالي عدلي منصور وتكلم ايضا بنفس النبرة عن الفريق السيسي يبقى هو كده محايد يا سيد صلاح صحيح انا اتحدث عن مالك القناة الذي غالى في تأييده لفريق معين او تأييده لاتجاه معين فبالتالي منع باسم يوسف اللي هو اتعرف اصلا من البداية من بداية عروضه على يوتيوب اللي كانت بداية شهرته برنامج البرنامج او قناته بي بلاس او باسم يوسف بلاس اللي هو عرض عليها ملايين المشاهدات واللي بدأت شهرته على شبك التواصل الاجتماع لان شبك التواصل الاجتماعي يوتيوب او شبكة يوتيوب العرض الفيديوهات هي بتحقق ديمقراطية في عرض المعلومات لان هي مش بتعتمد ان في حد مالك قناة ممكن يوجهك او في محتاج وسيلة اعلامية مفتوحة وسيلة اليوتيوب او شبكات التواصل الاجتماعي حققت ان هو ممكن اي حد عنده موهبة وعنده قدرة على عرض المعلومات ان هو يعرضها بدون وسيط بعتقد حتى تاني عايز ا اكد عليها في موضوع شبكات التواصل الاجتماعي يمكن انا كنت موجود في قناة سين بسيف في نفس القناة هنا في 2010 في شهر ديسمبر تقريبا 2010 وكنت قلت ان الانظمة القمعية في اي مكان في العالم هيكون شبكة الانترنت هي المصدر اللي هي هتهدم الانظمة القمعية في العالم العرب وده كان قبل صورة تونس وقبل الصورة المصرية نتيجة انه مفيش كنترول او مفيش سيطرة لنظام الحاكم على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى شبكة الانترنت طب ما انت عارف يا اسد صلاح انه حتى لو انه هناك يعاز لمالك هذه القناة ومدرها انه يوقف برنامج باسم يوسف ده دي فكرة يعني تخلو من الحصافة لانه باسم يوسف سيحظى بنفس عدد المشاهدين لو قدم برنامجه على اليوتيوب ولا هيحجبوا يوتيوب لا طبعا ما هو هو فعلا فعلا مالك قناة سي بي سي وقع في خطأ فادح لمنعه اذا كان موجه في منع القناة ولان البيان اللي قدموا في منع عرض البرنامج غير مقنع وغير ذات دلالة واضحة ان في مشكلة مشكلة ما منعت عرضه ممكن تكون مشكلة تقنية لكن هو واضح هو عايز يوضح ان في خلافات على العرض بتاع البرنامج تمان تعرضته ليه من اول والحقيقة كمان يا سيد صلاح انه يعني هذه خطوة تخلو من اي ذكاء سياسي لانه كل الدنيا دلوقتي بتقول طيب مرسي اللي ما كانش عجبكم مع عمره ما واقف برنامج تصور صحيح صحيح لا 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 هنا اتوقف هنا اتفضل في طبعا كان في حجم انتهاكات كبير في عهد رئيس المعزول محمد مرسي ويمكن احنا بصفاتنا احد الجهات اللي بتسعى لعرض او للدفاع عن الحريات قل لي تحديدا ايه كان فيه قنوات توقفت وكان منها قناة الفراعين وكان فيه اقلام او بعض المقالات في صحف قومية توقفت ومنعت من العرض في ابواب سابتة وكان فيه كمان ملاحقة قانونية للصحفيين يعني عملية عملية ايه ممكن نسميها ان انت بتره ارهاب قانوني ان انت مثلا في حد مناخدك فتلاقي بس يموسف نفسه تعرض لأكتر من بلاغ اكتر من عشرات البلاغات ضده لأهند الرئيس فالانتهاك مش شرط ان انت تمنع الانتهاك ممكن تتلاحق الصحفي قانونية انت ايه تفسيرك ان كلهم بينتهكوا يا اسوال صلاح وانت ساعتك قلت لي ان حتى مرسي ضغط على حرية التعبير ليه كل حاكم بيعتبر ان حرية التعبير دي امر يضره يضر استقرار الحكم يضر هيبته هو شخصي اه هي انا بتصور يعني هو طبعا اللي جاب على السؤال ده اللي وصل للحكم اه ولكن انا بتصور ان احنا عندنا ثقافة السيطرة على الرأي الاخر او ثقافة عدم الحوار او ثقافة ان انا بقول حاجة لازم تسمعها وإلا اذا اختلفت معي فانت ضدي ودي ثقافة للأسف موجودة في الوسط العربي عموما يعني ان انت فكرة الحوار حتى بين النخبة يعني النخبة وهم عاديين مع بعضهم ممكن يتشجروا في اسناع الحوار ويتحول الحوار الى مهاترات فديك محتاج وقت انا بظن ان الاعلامين في مصر والحكام والمجتمع محتاج ان هو يتسقف ويتعلم الحوار يتعلم كيف يقبل الرأي الاخر ده بنواجهه وجهناف في حكم مرسي وبنواجهه في المرحلة الانتقالية اللي انا مقدرش لهم حد فيها ان انا مش شايف ان فيه نظام سياسي ولا يوجد اي دليل الحقيقة ده كله تكاهنات انه التعليمات جات من فوق محدش عارف ممكن ده فعلا مالك القناة يعني حاسس انه بس مزودها شوية حاجة زي كده ففعل ذلك قد يكون ذلك هو ما حدث لكن انا عايز سألك سؤالي يبعدنا قليلا عن الحدثة بعينها هو مش القائد العسكري ليه هيبة والجنود ينظرون اليه على انه كده شيء فخم لا يمكن المساس به ما يصحش برضو انه باسم كان يسخر من الفريق السيسي يا سيد صلاح انا شايف ان باسم بالعكس يعني لو حسبتها اعلاميا انا شايف انه باسم كان بيعمل دعاية للفريق السيسي يعني هو كان بيقول الناس بتحبك قوي بس ما تغليش قوي في الحب يعني لو انت حسبتها اعلاميا وشفت الرسالة اللي وصلة ان فيه ناس كتير بتحب الشيكولاتة السيسي ومش عارف الفنانات اللي بتكلموا عنه بمغالاة في الحب فهو عايز يوصل صورة ان فيه حالة حب للفريق السيسي ولكن ما تغليش فيها بشكل بات فهو بيقدمها بطبيعة برنامجه السخرة وبطبيعة برنامجه اللي هي بتعتمد على الفكاهة والضحك وان هو بيستخدم بعض الارفاظ اللي هي موجودة اصلا في المجتمع ممكن نقول للساخرين الكبار كده زي باسم يوسف وغيره يعني بلاش الجنرالات والنبي ما تسخروش من القادة العسكريين لانه القائد العسكري جزء من صفاته الهيبة ولما تشيل منه الهيبة الجنود هيطيعوه ازاي يا أساس صلاح لا انا ضد ده انا شايف ان اي حد قابل للانتقاد وانا نحاول ان نغير ثقافة الناس يعني انت متصور المشهد ده اصلا صلاح انه مثلا قائد عسكري فخم كده ماشي فالجنود يشوفوه يفتكروا باسم يوسف يضحكوا عليه لا هو طبعا فيه طبعا حدود للسخرية يعني فيه سخرية ان انت بتحول الشخص اللي بتصخر منه لقابله او ان انت تحوله الى شخص كرتوني ممكن يتحول لازال الناس في صورة مضحكة ولكن انا شايف باسم مش معملش ده يعني هو باسم بيعتمد على فكرة خفة الدم المصرية او حب النكات وانا شخصيا انا مع دوت انا شايف ان الصورة المصرية الصورة المصرية عموما في 25 يناير و30 يونيو انا ممكن اعتبرها صورة سخرية يعني اعتمدت في جميع شعاراتها على فكرة السخرية من الحاكم السخرية مع من يرفض الهيبة هيبة رجل الدولة وهيبة القائد العسكري اين تضعوها في هذه المعادلة يا سيد صلاح الهيبة لا تقل بالانتقاط لان اي حد طالما وضع في موقف في وضع سياسي محدد ولكن انا بعتبر ان الفريق السياسي حتى الان ليس حاكما لمصر بشكل رسمي او على الاقل يمكن ان يكون هو مؤسرا في الاحداث في مصر بالتباعة ما بعد الصورة 35 يونيو ولكن رسميا هو ليس لا يلام على اي قرار السياسي موجود لان فيه رئيس موجود وكمان فكرة الانتقاد والسخرية هو فيه حدود طبعا للسخرية واعتقد ان باس ملام يتعدها بشكل ملحوظ يؤدي الى منع البرنامج الخاص بي بتصور ان احنا بنكرس لثقافة جديدة ثقافة ان احنا لازم نتقبل الرأي الاخر لازم نتقبل السخرية بطبيعتنا كمصريين وكعرب نحب الفكاهة ونعتمد على الفكاهة والدليل على ذلك ان نسبة الجماهرية والوصول لبرنامج باسي موسف نسبة ضخمة جدا حتى الناس تنتظروا من الاسبوع الاسبوع عايزة تعرف باسي موسف بتكلم في ايه وده اكبر تأثير ممكن يصله اعلامي واذا افترضنا طبعا خارج اطار النص القانوني اللي بينه بين قناة سي بي سي انه لو عرضوا على قناة يوتيوب فهو عنده قناة اصلا جاهزة فيها 200 مليون مشاهدة لبرنامجه السابقة وفي عنده صفحة على فيسبوك تتعدد 3 مليون معجب بيها وفيه 2 مليون متابع لياه طيب اسأل ساعتك سؤال من وجهة اخرى هو مش تحطيم هيبة المعزول محمد مرسي لعب دورا اساسيا في اسقاطه وحشد الناس عليه وبيقولك انت دلوقتي بتحطم هيبة عدلي منصور وبتحطم هيبة سي سي طيب انت يعني عايز ايه يعني هدفك ايه انا عايز اقولك ان حلقة باسي موسف الاخيرة انا شفتها بتفاصيلها كلها حتى الوبريت اللي كان معمول اللي كان فيه بعض الالفاظ اللي اصلا بتألف الشارع انا شايف ان الحلقة كانت متوازنة جدا يعني هو بدأ بالاخوان وبدأ بما حدث في رابعة وبدأ في 30 يونيو واهم ما قالوه الاعلاميين عن 25 يناير وانتقادهم واختلافات التصريحات الخاصة بيهم كلها بتعتمد على فكرة البرنامج نفسها فكرة البرنامج الساخرة واعتقد ان باسي موسف لم يقترب من هيبة الفريق السيسي ولا للمؤسسة العسكرية بل بالعكس هو يوضح واوضح في نهاية حلقته ان لابد من احترام المؤسسة العسكرية بسلوب ساخر ايضا ان هو ممكن الاحترام ده قاد يؤدي الى قمع يعني لو لاحظنا اخر فكرة في البرنامج ان هو الاحترام المتزايد او الحساب المتزايد اللي عمله للمؤسسة العسكرية ممكن يؤدي الى قمع للحريات وباعتقد ان باسي موسف حافظ على التوازن دوت وهو كان زكي جدا في الموضوع دوت والدليل على ذلك ان لو انا همنع ان لو الفريق السيسي او المؤسسة العسكرية عايدة تمنع الرأي الاخر كانت منعت قناة الجزيرة اللي هي بتعمل طوال الليل والنهار على رفض النظام الحاكم وتكريس فكرة انقلاء العسكري هذا مثل بديع يا أستاذ صلاح انا اسأل حضرتك عن انطباعك عموما عن مساحات الحرية الممنوحة للإعلاميين في مصر هذه الايان اعتقد ان في قناوات كتير جدا موجودة حاليا بتهاجم المجلس العسكري والنظام الحاكم بشكل فجي جدا وواضح وبتكرس للألفاظ حتى غير رسمية وغير معترب بها يعني فكرة انقلاب عسكري ده أصلا غير موجودة يعني كلمة انقلاب عسكري لابد أن يكون فيه اعتراف دولي بأنه وجود فيه انقلاب عسكري موجود في مصر ومع ذلك قناة كبيرة وجماهيرية ولها جماهير كبير في العالم العربي تعرض ذلك صراحة أن هناك انقلاب عسكري في مصر وربما إذا كنت أعمل في قناة مثل هذه أن أضح هذه الكلمة بين قصين لأنها ليست رسمية وليست موجودة بشكل وضع مختلف عليها على الأقل إذا كنت أنا أسعى للحيدية وأعرض الرأي والرأي الأقل فلابد أن أضعها بين قصين أو أقول فيما يقوله المعارضين أن هناك انقلاب عسكري في مصر ولكن الحقيقة أنها قناة بالضبط وكأنها قناة معرضة وليست قناة إغبارية مثل قناة الجزيرة وغيرها فيه قناة طبعا أنا أتحدث عن قناة الجزيرة لأنها قناة المفترض أنها مش تابعة لحزب سياسي أو تابعة لجامعة سياسية المفترض ولكن الواضح أنها تابعة لذلك وتحدث أيضا عن قناة تابعة وتعمل بشكل واضح جدا في تكريس حالة العنف في مصر وحالة الانقسام وتكريس حالة الرفض للمجلس العسكري وخريطة الطريقة التي فرضتها 30 يونيو المفترض أن 30 يونيو هذه لم تفرض من المجلس العسكري ولكن طلبها الجمهور المصري بملايين الذين نزلوا في الشارع طالبين ذلك بشكل قبل أن ينزل المجلس العسكري رضوخا على ذلك فيما يتعلق بالإعلام المكتوب هل هناك أي ملاحظات أم أن المركب ماشي والحمد لله أستاذ صلاح أنا لا أتحدث كثيرا عن الإعلام المكتوب لأنني أعتبر الإعلام المكتوب تأثيره ليس بالقوة المطلوبة أو القوة القديمة له الآن تأثير الأكبر للفضائيات ولي شبكة الإنترنت بعض المعلومات ولكن أنا أعتقد أن في حالة انقسام واضحة وصريحة في الشارع المصري وكل الصحفين يعملون في اتجاه واحد وهذا أنتقده أيضا ليس لأنه مع النظام الحاكم وقرطة الطريق ومخالف للإخوان المسلمين وما قبل مرسي أن ذلك صحيحا ولكن يجب أن نعمل دائما من أجل الحريات وأن نعمل من أجل تحقيق أهداف صورة 25 يناير قبل أن نحقق أهداف صورة 30 يونيو سؤال الأخير يا أستاذ صلاح عن الضرر الذي تسبب فيه هذا القرار من مالك قناة تلفزيونية مجرد مالك لقناة تلفزيونية أخي ضرر فادح لسمعة مصر الخارجية يعني على سبيل المثال فقط أقولك كاريكاتير ينشر في الواشنطن بوست فيه الكابل العسكري وشخص عسكري ضخم يمسك بمصر ويعصرها بإيده كده وبينزل من العصير ده باسم يوسف صغير وافتتاحية مدهشة في غلظتها تتحدث عن أن الجنرال يشدد قبضته ولا تصدقوه حينما يقول لكم أنا لست طامعا في الحكم الحقيقة كل ده أفرزته أفرزه الكلام اللي قاله مالك السي بي سي الحقيقة يتصبح إزاي ده يا رسول صلاح هو طبعا هو حالة من اللغة تحصلت بعد قرار مالك قناة السي بي سي بمنع برنامج باسم يوسف اللي هو ليجه مهور كبير وتأثيره موجود كمان ومتابعته موجودة خارج مصر بشكل كبير وأنه باسم من أول عرضه لبرامجه على شبكة يوتيوب كان لي عمل شخصية جديدة في الإعلام المصري الساخر لأنه برنامج مش أي حد بيقدمه ويسلب مختلف تماما ولاقة جماهرية كبيرا لا قل لي تحديدا اقتراحتك إيه تصلح إزاي ده إنه مثلا التليفزيون المصري يتعاقد مع باسم يوسف واللي يعمله إيه تحديدا هو طبعا من ناحية رأيي الشخصي أنا شايف أن الفريق أول السيسي لم يتدخل في الموضوع نهائية وقلت ذلك أنه لو كان يريد ذلك كان منع قناوات كثيرة جدا من العرض وكان منع أراء كثيرة جدا تنتقده في الإعلام المصري ولكن أنا أرى أن رئيس قناة أو مالي قناة السي بي سي غالى في منع أي رفض أو أي رأي مخالف للنظام الحاكم الحالي وبالتالي نقل صورة أسوأ مما كان ستنقل له أعرض البرنامج أعتقد الحل الوحيد أنه هو يعرض البرنامج الذي هو توقف ويقدم اعتذار للجمهور الذي كان ينتظر البرنامج بشكل واضح في قناة سي بي سي وأعتقد أنه لو يريد أو يعلن نهائيا أنه أنه تعاقده مع باسم يوسف وبالتالي باسم يوسف يبحث عن وسيلة أخرى وسيجد المآكل وسائل التي تنتظر برنامج صحيح لكن اللي يقولك فاشية عسكرية والكلام ده مش صحيح لا طبعا ده مش صحيح أنا شاكر جدا للأستاذ صلاح عبدالصبور وأنت تحمل اسم بديع يا أستاذ صلاح اسم شاعري المفضل شاكر جدا لصلاح عبدالصبور الأمين العام لالتحاد العربي للصحافة الإلكترونية نبض الشبكة بعد الفاصل